اهلا بكم الى اخر نشراتنا الاخبارية من التلفزيون العربي في لندن لم تنقطع الغارات الجوية ولا المعارك بين الفصائل المسلحة وجيش النظام السوري في اطراف حلب رغم تعهد موسكو بالالتزام بهدنة قطعتها على نفسها لإتاحة الفرصة للمدنيين والمسلحين بالخروج الآمن وقالت مصادر ميدانية ان غارات الطائرات الروسية ادت الى مقتل عشرين مدنيا على الاقل في ريف حلب وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن وقوع خسائر بشرية اثناء المواجهات في الجبهات الجنوبية والغربية من حلب بين قوة النظام والتنظيمات المسلحة المساندة لها من جهة وفصائل المعارضة المتحالفة ومن ضمنها جبهة فتح الشام والحزب الاسلامي التركستاني من جهة اخرى بتزامن مع الغارات الجوية والقصف الصاروخي المتبادل ككل مرة الهدنة تسبق القصف والغارات روسيا والنظام السوري علقا غاراتهم الجوية على مدينة حلب لمدة عشر ساعات واعلن النظام عن ثمانية ممرات آمنة لخروج المدنيين والمسلحين من الاحياء المحاصرة شرق المدينة لكن خيبة امل روسيا والنظام السوري كانت كبيرة حيث لم يخرج احد وكان تبرير وكالة الانباء الرسمية التابعة للنظام ان المسلحين منعوا المدنيين من الخروج الطيران الروسي استأنف القصف بشكل عنيف فور انتهاء الهدنة واستهدف احياء وبلدات بريف حلب واحصت فرق الاسعاف فور انتهاء الغارات اكثر من عشرين قتيلا معظمهم من النساء والاطفال واستهدفت الغارات بلدات كفرناها والاتارب وخان العسل وارم الكبرى بريف حلب الغربي اما على الارض فتستمر فصائل المعارضة في احراز تقدم ملحوظ في احياء حلب الغربية ضمن المرحلة الثانية من معركة فك الحصار تمكنت القوات العراقية من فرد سيطرتها على ناحية حمام العليل بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتل من الطرفين وافد قائد عمليات نينوال فريق الروكن عبدالأمير رشيد بار الله في حديث للتلفزيون العربي بأن القوات العراقية من جيش وشرطة اتحادية وقوات مكافحة الإرهاب تتقدم ميدانيا من ستة محاور لإكمال الطوق حول مدينة الموصلة وأضاف يار الله أن المحور الجنوبي حقق أبرز المكاسب خاصة بعد السيطرة على ناحية حمام العليل كاميرا التلفزيون العربي دخلت مع الفرقة التاسعة المدرعة إلى حي الانتصار في المحور الجنوبي الشرقي وهو الحي السابع الذي تستعيده القوات العراقية داخل مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوال تمتهيت الأفواج كاملة إن شاء الله لعملة مسكرات وخاصة ساحل الأيسر إن شاء الله بعد عملية تحريرة الأفواج اليوم هي مستمرة وأيضا في عملية أفواج الموصل أيضا مستمرة إضافة طبعا الكلام عن أبطال الشرطة الاتحادية مستمرين أيضا في عملية تتهية من جانب آخر تتواصل هزائم ما يعرف بتنظيم الدولة في المحور الجنوبي حينما بسطت القوات العراقية سيطرتها على ناحية حمام العليل آخر معاقله في مناطق جنوبي الموصل وبهذا باتت فرقة من الشرطة الاتحادية وفرقة من الجيش قريبة من بوابة المدينة الجنوبية الشرطة الاتحادية البطلة وبإشتراك الفرقة 15 من الجيش العراقي واللواء 34 المدرع باختحام مركز ناحية حمام العليل من ثلاثة محاول كان تقدم كبير لأبطالنا في الساعات الأولى كانت ضربات موفقة من قبل قوة جوية وطيانة جيش لاستهداف قدرات هذا التنظيم الارهابي وكسر خطوط الدفاعية ناحية حمام العليل هي من ضمن الحدود الإدارية والقريبة لمدينة الموصل وحدات الجهد الهندسي للجيش العراقي استكملت نصب جسر عائم على نهر الزاب يوصل المناطق الجنوبية بالموصل وهو ما يربط وحدات الجيش والشرطة الاتحادية بالمحور الشرقي والشمالي التنظيم وفي ظل خساراته الميدانية المتكررة أدخل النساء الانتحاريات ضمن مفارز الإعاقة داخل الموصل يعرقلت تقدم قوات جهاز مكافحة الإرهاب في الجانب الشرقي من المدينة طارق مهر التلفزيون العربي من أمام قاعدة الجيارة جنوبي الموصل على صعيد آخر أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نزوحة أكثر من ثمانية ألاف امرأة وطفلة من حي كوكجلي شرق مدينة الموصلة خلال أقل من 24 ساعة وأوضحت المفوضية أنها افتتحت مخيما جديدا في منطقة حسن الشام التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان باستعاب الأعداد المتزايدة من النازحين الفارين من المعارك الدائرة شرق مدينة الموصلة عربت تركيا عن رفضها لما اعتبرتها مواقف أوروبية سلبية حيال الاعتقالات التي طالت عددا من نواب حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للأكراد وتسعة من العاملين في صحيفة جمهورية المعارضة وتهمى وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو دولا أوروبية بتوفير الدعم لحزب العمال الكردستاني المحضور في تركيا هذا قد خرجت مظاهرات وسط الجالية الكردية في أوروبا وداخل تركيا احتجاجا على الاعتقالات الأخيرة تصاعد الجدل داخل تركيا وخارجها بعد أن أمرت السلطات باعتقال وحبس تسعة من المدراء التنفيذيين والصحفيين بصحيفة جمهورية المعارضة اعتقالات أعقبتها تظاهرات انتظمت في وسط اسطنبول لتبدأ مسيرة نحو مقر الصحيفة تصدت لها قوات الأمن باستخدام خراطم المياه والغاز المسيل للدموع المظاهرة انطلقت بعد ساعات من إصدار السلطات التركية أمر اعتقال الصحفيين عملية الاعتقال التي يأت غدات اعتقال عشرة من قادة حزب الشعوب الديمقراطي المولي للأكراد أثارت انتقادات واسعة من قبل حلفاء تركيا في الاتحاد الأوروبي انتقادات رفضتها أنقرة التي ترى أن حملتها ضرورية لاستئصال ما وصفته بالإرهاب رئيس الوزراء التركي بن علي يالدريم انتقدت تصريحات الأوروبية ورأى أنها تستند على معلومات خاطئة وناقصة المشرعين في حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد اعتقلوا بعد رفضهم الإدلاء بالشهادة بالطبع هؤلاء كالذين انتخبوا في البرلمان والمجالس البلدية إذا أقحموا أنفسهم في الإرهاب فعليهم أن يدفعوا ثمن ذلك الاعتقالات الأخيرة تأتي بعد فترة هدوء أعقبت حملة اعتقالات واسعة النطاق منذ محاولة الإنقلاب في تموذ الماضي وقد شملت آلاف العسكريين والمسؤولين والموظفين من قطاعات شتى وما فتات أنقرة تؤكد عزمها على القضاء على الإرهاب وهو التعبير الذي يشير عادة إلى التنظيمات العسكرية الكردية وخلايا تنظيم الدولة المنبثة في الداخل بالإضافة إلى فئات واسعة من السياسيين والمثقفين المتعاطفين مع تنظيم جولان المتهم بالوقوف وراء مخطط كبير لتغيير النظام السياسي بالقوة ومعنا للمزيد من المتابعة من إسطنبول الصحفي المختص بالشأن التركية فراس ردوان أوغلو سيد فراس هل تبدو المبررات التي تقدمها السلطات التركية لحملة الاعتقالات الأخيرة هذه مقنعة؟ السلطات التركية تريد أن تقول أن السلطة القضاء هي مستقلة والمشكلة التي بدأت مع حزب الشعوب الديمقراطية بأن النائب العام للجمهورية التركية طلب عدة مرات النواب التابعين لحزب الشعوب الديمقراطية وأيضا لسيد ديمرتاش رئيس الحزب والسيدة فيغان يوكسيك دا طلبوهم عدة مرات للحضور من أجل أدلاء بشهاداتهم من أجل التحقيق فيما يعرف في قضية دعم الإرهاب وأي لآخره ولكن ما تم منها عناصر الحزب أنهم رفضوا تماما مما استدعى أن قوات النائب العام إصدار أمر بإحضارهم من أجل ما يدعى ببداية التحقيق لأنها لم تثبت التهم على الجميع لذلك بعد التحقيق ثبتت التهم على ستة نواب في البرلمان بينما ثلاثة آخرون تم إخراجهم تحت ما يسمى بعدم خروجهم خارج البدد وهناك إثنان من النواب التابعين لنائبة في الشرناق ونائب في مدينة أخرى لم يحضروا بسبب أن موجودهم خارج تركيا هذا الشيء استدعى أيضا هناك ما يسمى بنوعا ما التهاتر السياسي بين أوروبا والاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المحدة الأمريكية مع الحكومة التركية مما يسميه تسجيل نقاط على الحكومة التركية بهذا الشأن ولكن تركيا تصر على أن الموضوع موضوع قضائي بحث بمعنى بأن هناك ربما نوع من التهويل في هذه الانتقادات الغربية الموجهة لتركيا في هذا السياق ولكن كيف يمكن أن ينعكس ذلك أيضا على الداخل التركي على علاقة حزب العدالة والتنمية بالمعارضة التركية وأيضا بالمكون الكردي بالتحديد ممكن أن ينعكس ذلك نوعا ما في بعض المظاهرات أو الاعتراضات من الناس المؤيدين لحزب الشعوب الديمقراطية خرجوا لكن الحكومة التركية تلعب لعبة سياسية ضمن ما يسمح به الدستور والقانون بأنها تتوافق سياسيا مع أيضا حزب الحركة القومية بقيادة تولد باشلي الذي نوعا ما هو يدعم سياسة الحكومة القانون بدأت هذه الأمور عندما طرح قانون رفع الحصانة عن أي نائب يثبت عليه أنه يدعم الإرهاب وهذا القانون تم نوافق عليه أيضا من الحزب حزب ما يسمى الهيديبي أو حزب الشعوب الديمقراطية لذلك الحكومة الآن هناك توافق سياسي أي أنها استطاعت أن تجذب لها حزب المعارض الآخر وهو حزب الحركة القومية بينما المعارضة الأساسية وهي بقيادة كمال كليشتار أغلو وهو الحليف السياسي ممكن أن نقول مع سيد صلاح الدين ديمرتاش الآن المعارضة نوعا ما أصبحت في حال ضعيف لأن ذلك يخيف المعارضة الأساسية وهو حزب الشعب الجمهوري بأن حليف السياسي الآن في موضع خطير بلغم هذه الأمور إذا استدعت الأمور بقيت هكذا ممكن يؤدي إلى استقالات في النواب الحزب الجمهوري ممكن ذلك يطلب فيما بعد استدعي إلى انتخابات برلمانية أخرى في خلال ثلاثة شهور إذا لم تحل هذه المسألة وهذه المشكلة أشكرك جزيلا الشكر الصحفي المختص في الشأن التركية فراس ردوان أوغلو حدثنا من إسطنبول ونشرتنا متواصلة ونتحول الآن إلى تغطيتنا الخاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية دخلت مؤسسات استقصاء الآراء ومراكز استطلاع الرئيس باقا محموما في آخر أيام حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحديد توجهات الناخب الأمريكية بينما زادت نتائجها المتضاربة من غموض المشهد السياسي في الولايات المتحدة وأشار استطلاع أنجزه مركز إبسوس إلى تفاوت الفارق بين المرشحين الجمهوري والديمقراطية لصالح هيلاري كلينتون بين أربع وسبع نقاط مئوية بالشكل يومي وأفذت نتائج أخرى عن مسح نشرتها وكالة رويترز بتفوق المرشحة الديمقراطية على منافسها الجمهورية دونالد ترامب بفارق خمس نقاط مئوية وكان استطلاع صابق أجراه المركز ذاته بين 30 من أكتوبر والثالث من الشهر الجارية قد أظهر أمن 44% من الناخبين يدعمون كلينتون بينما يحدى ترامب بتأييد 39% ويرى المراقبون أن المعركة الانتخابية ستحدد مآلها الولايات المتأرجحة وعلى صعيد التحقيقات بشأن قضية رسائل كلينتون الإلكترونية نأى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنفسه عن الاتهامات الموجهة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالية بالسعي للتأثير على سير انتخابات الرئاسة وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن جيمس كومي مدير الف بي آي لا يحاول التأثير على توجهات الناخبين الأمريكيين بقراره إعادة فتح التحقيق في فضيحة استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص في مرسلات رسمية أثناء عملها كوزيرة للخارجية ودفع أوباما عن كومي في تصريحات تلفزورية وصفه فيها بأنه رجل شريف تنضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن موفدتنا جويس الحاج خوري إذن جويس لعل السماء الأبرز لأيام الأخيرة للحملة الانتخابية الأمريكية هي التضارب الواضح في استطلاعات الرأي بين كلينتون وترامب كيف ينعكس ذلك على الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة وكيف يسعى المرشحان إلى جذب من لم يحسموا رأيهم بعد في الواقع سارة استطلاعات الرأي هنا لا تأخذ كثيرا على محمل الجد هناك الكثير من المواطنين هنا يقولون أن من شأن هذه الاستطلاعات أن تجعل الناخب أن تغير في رأي الناخب وهذا ما يتدركه هؤلاء وهم لا يقرؤون أو لا يستندون إلى استطلاعات الرأي ذلك وأيضا المرشحين المتنافسين لا يستندان كثيرا إلى استطلاعات الرأي هذه التي فقط من شأنها أن تنعكس على الأجواء العامة ولكن أيضا اليوم هناك تصريحات لدونالد ترامب المرشح الجمهوري طرحت علامات استفهام حول هذا التبدل اليومي في مواقفه بالأمس هو كان يسعى إلى استقطاب المزيد من الناخبين من خلال الجولات التي كان يقوم بها على ولايات تضم أقليات اليوم هو يهاجم هؤلاء وهو يقول أنه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة هو لن يسمح بدخول اللاجئين السوريين إلى البلاد وهو سيعيد النظر في اتفاقات تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة وبالتالي علامات الاستفهام هنا تطرح حول هذا التبدل في آراء دونالد ترامب أيضا هو اليوم هاجم وسائل الأعلام وهذا أيضا يطرح علامات استفهام حول الحرية التي يتمتع بها هؤلاء والحرية العامة الموجودة في الولايات المتحدة وعلى أي حال سنغص أكثر في تفاصيل اليومين الأخيرين أو ما يمكن أن يطرق في اليومين الأخيرين مع مدير مكتب التلفزيون العربي في واشنطن محمد المنشاوي محمد لماذا هذا الهجوم اليوم من قبل دونالد ترامب على وسائل الأعلام لماذا هذا الخطاب العنصري اليوم تجاه اللاجئين السوريين ماذا يريد دونالد ترامب بالتحديد من خلال هذه الخطابات الترامب كما نعرف جميعا هو مرشح غريب الأطوار إذا كانت استطلاعات الرأي في صفه هو يمدحها إذا كان الإعلام في صفه هو يمدحه وإذا كان عكس ذلك فهو لا يمدحه هو أعتقد يريد بهذا الهجوم المفاجئ أمس أن يعود إلى قواعده الشعبية الآمنة الفئة التي تناصر سياساته اليمينية المصطرفة خاصة ما يتعلق بالمهاجرين ويريد ضمن ولاءهم وأن يذهبوا يوم السلساء للتصويت لصلاحه وإن كان غير خطابه مؤخرا فكان يريد الوصول لمن لم يحسم رأيه في السباك الرئاسي والآن يعود إلى معكل أنصاره بخطابه المتعاصب العنصري مرة أخرى حسد هذه هي ضمنة الوحيدة لحصول على هذه الأصوات وبالتالي هل لمس دونالد ترامب أن من كانوا في الصف الآخر لن يغيروا رأيهم لن يبدلوا رأيهم ولن يأتوا إلى الصف الجمهوري إلى حد كبير كل استطلاعات الرأي الأخيرة المتنوعة والتي نرى منها العشرات يوميا تشير إلى أن الأقاليات الأمريكية السود الأفريق الأمريكان أو الهزبانيك اللاتينيين سيصوتون بنسبة أكثر من 80% لصالح المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون ومن هنا لم يعيرهم أي أهمية في خطابه الأخير خلال يومين الأخيرين هل صحيح ما تم تحليله من معلومات حول أن الـ FBI من خلال القرار الأخير بإعادة فتح التحقيق بملف البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون هو أعطى دفعا لحملة دونالد ترامب الانتخابية صحيح هو حصل على دفع منذ أربعة خمسة أيام لكن الأخبار الكثيرة والحملات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي أوباما شخصيا وزوجته أعتقد أعادت التوازن إلى حملة هيلاري كلينتون وصب ذلك في صالحة بعد اهتزاز كبير لمدة يومين عاقب تصريحات رئيس هيئة المبحثة الفيدرالية بخصوص إعادة فتح التحقيق في ملفات البريد الإلكتروني لكلينتون أعاد ترامب أوباما وزوجته ميشيل أوباما التوازن إلى حملة هيلاري كلينتون مرة أخرى محمد هل الناخب الأمريكي اليوم قد اتخذ قراره وبالتالي كل ما يقال وكل ما يفعله أي من المرشحين لن يؤثر على مسار الانتخابات إلا درجة كبيرة جويس معظم الناخبين الأمريكيين يعرفون من لمن سيصوتون بعد ثلاثة أيام من اليوم إلا إذا حدثت مصيبة أو كارثة كبيرة غدا هناك مرس مدينة نيويورك وهو مرس كبير جدا بأي معيير وهناك مليون أمريكي سيكون في الشارع إذا لا قدر الله وحصلت حادثة قد يغير الكثير من رأيه في من يصوت إليه إذا وقعت أو تدورت الحالة الصحية لمرشحة كلينتون كما حدث منذ أسابيع قد يغير البعض رأيه إذا خرج ترامب بفضيحة أخرى خلال اليومين للآخرين قد يغير البعض فإذا حدثت حادثة من العارة الصقيل قد يغير البعض من أرائه ولكن هذا البعض هو فقط من لم يتخذ رأيه من ليس في صف أي من الطرفين نعم لكن هناك أعتقد 10% من المصوتين لا ينتمون أو ليس لهم ولاء لأي من المرشحين وهذه هي الفئة التي ترجح الانتخابات عادة في السياسة الأمريكية ماذا عن الاقتراع المبكر؟ هل يمكن القول أن هناك فعلا تقدم محسوم لصالح هيلاري كلينتون مقابل دونالد ترامب؟ ليس هناك يقين لهذه المعلومات هناك حظر على الإعلان عن أي نتائج قبل انتهاء يوم الاقتراع الرسمي كل ما نراه من توقعات واستنتاجات للتصويت المبكر هي اجتهادات من المحللين السياسيين ولكن قانونيا لا يستطيع أحد أن يبلغنا بنتائج الانتخابات قبل انتهاء يوم السلساء القادم ما يحدث هو اجتهاد من المحللين السياسيين عن اتجاهات التصويت المبكر ولكن ليس هناك يقين لهذه المعلومات شكرا لزميل محمد المنشاوي إذن سارة لا شيء محسوم في موضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية لازلنا على بعد يومين من هذه الانتخابات كل شيء يمكن أن يحصل أي نتيجة ممكن أن تتبدل في الساعات المقبلة كما قلت في البداية استطلاعات الرأي حتى تتبدل كل يوم وبالتالي لا يمكن الحديث عن مرشح لديه حظوظ أكثر من مرشح آخر سوف ننتظر لي يوم الثلاثاء وسنكون معكم من واشنطن في هذه الطاقة الأخبارية وسنتابع مع ذلك جويس الحاج خوري مفادتنا إلى العاصمة الأمريكية وواشنطن علن مصدر عسكري ليبي أن قوات عملية البنيان المرصوص تشن هجوما بالأسلحة الثقيلة من كافة المحاورة على منطقة الجيزة البحرية آخر معاقل تنظيم الدولة بمدينة السيرت وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت انتهاء العمليات الجوية التي تنفذها القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة في السيرت ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية عن متحدث باسم البنتاجون قولها إن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أصدرت أوامر بإنهاء العمليات الجوية والهجمات بعد تراجع سيطرة التنظيم في السيرت إلى بضعة أمطار دون استبعاد استئنافها مستقبلا بالتنصيق مع حكومة الوفاق الوطنية اختتم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة بعد لقاء جمعه بالكتل النيابية واستمع لمطالبهم هذا ومن المقرر أن يطلع الحريري رئيس الجمهورية بشي العون على حصيلة المشاورات ليبدأ بالعمل مع مختلف القوى السياسية لتأليف حكومة وحدة وطنية شاملة مهمة صعبة تنتظر الرئيس المكلف بتأليف حكومة الوفاق الوطني اللبنانية بعد يومين من المشاورات النيابية فرغم تأكيد الشركاء السياسيين على ضرورة الإسراء بهذه المهمة إلا أن الخلافة بين الكتل والقوى على توزيع الحصص الوزارية قد يعقد من مساعي سعد الحريري عطينا لدولة الرئيس وحطينا بين إيدي عدد الوزارات اللي نحن نعتبر أنه من حق القوات أنه يكون عندهن وطبعاً هالعدد يختلف بين إذا الحكومة 24 أو إذا كانت 30 من المعايير الديمقراطية الأساسية مثل ما منعرف غير الانتخاب وهير العودة إلى الشعب هي التداول بالسلطة ومن هذا المنطلق كان كمان عندنا نقاش حول هالنقطة اعتماد المدورة في الوزارات مبدأ لا يستسيغه رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل نبيه بري المتمسك بوزارة المالية الأمر الذي يهدد بعدم مشاركة الثنائي الشعي في الحكومة مع علان حزب الله رفضه المشاركة في حكومة لا تشارك فيها حركة أمل لم نطرح في موضوع الحقائب والتوزيعات والأعداد ولكن تفقنا على آلية لمتابعة هذا الموضوع ورغم رغبة الجميع في المشاركة في الحكومة إلا أن تعدد المطالب الوزارية للقوى والكتل السياسية قد يطيل أمد تشكيل الحكومة يحرص رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على بداية قوية لحكومته بداية تستدعي الاستجابة لمطالب الشركاء كافة والخروج ببيان وزري يرضي الجميع وهنا تكمن الصعوبة ميثاً قصير التلفزيون العربي بيروت ختم النشرة في أمان الله